اشتركوا في القناة مش انه بتعملنا حساسية لان الحساسية اوقات بتروح لمنحة اكبر من هيك يعني ماقول تفوت مستشفى وقت يكون لنا حساسية على اكل معينة هلأ هون بس يسعب علينا هضم اكل معينة ونحن ما بنقدر نعرفها مزبوط هلأ فينا نروح نحن عن طريقين طريق شوي طويلة اللي هي اللي حكينا عننا مرة الماضي يعني كل حدا بيجرب يكتب اي اكل عم تزعجه لنقدر نلقط اي مكون بهذه الاكلات مشترك عم بسببهم هيدا الحساسية كان من واجع بطن او نفخة او دياري او كونستيباشن هول كلهم عوارد للحساسية للاكل الانطولرنس وفينا نروح على طريق اسهل او اقصر فينا نقول هي نعمل هيدا التاست شو هو هيدا التاست تاست هو بفرجينا عنده على اكلات كتيرة حسب يعني كل تاست على عدد معين من الاكلات بفرجينا اي اكلات عم يهضمون جسنا من خلال نقطة دم ناخدها من اصبعنا بفرجينا اي اكلات بجسنا بعده عم يهضمنا يهضمها طبيعي واياها عم بيصعب علي هضمها ما عم بيقدر يهضمها مزبوط مهم هيدا الشي يعني هل لازم بس الاشخاص اللي ما بيقدروا عنده المشكلة بالهضب يعملو او كل الناس كربال تعرف كمانا شو هن الاكل اللي ممكن يضايقون هالأول فيهم كله الاكل العالم تعملو بس عنا سعر هو اللي بخلينا يعملو بس وقت الضرورة وهيدا الشيء زينة بس بدي الفط لقلو انه صار فيه هلا اكتير بالسوق فحوصات دم بقولولك انه هول الفحص هيدا الفحص بفرجيك اي اكلات ما عم نقدر نهضمها بس وبيكونوا جدا باسعار رخيصة وهيدا الشيء بنقزنا لانه نحن هيدا الكتن نخدم من الشركة معينة وهي بتفرضها على كل اخصائيات التغذية بزات السعر فنحن هون كتير عم نواجه هيدا المشكلة انه لي ما عم نلاقيها بمحلات ارخاص ففيه منه صاره تجاريب يعني بياخدوا دم بيحطولك اكلات هي العالية بالسعرات الحرارية بيوقفوها بيصيروا انه عم يضعفوا يعني فيه غش اذا بدك بهذا الموضوع وعم تتاخد فكرة تاني اللي هي انه هيدا الفحص بفرجينا شو الاكلات اللي بتنصحنا شو الاكلات اللي بتضعفنا مش شو الاكلات اللي ما عم نقدر نهضمها وهون هيدا الفكرة كتير اتاخدت صارنا كتير منسأل انه عندك هيدا الفحص اللي بفرجينا اي اكلات بتضعفنا نعم بتنصحنا حسب فئة الدم غلط هيدا الشي مش موجود صح صحنا كتير حكيين ونوعاديين انه ما فيه اكلة بتنصح واكلة بتضعف فيه كمية وفيه نوعية اكل هي اللي بتنصح وهي اللي بتضعف وما فيه اشخاص نوع اكل بيننصحهم لا لا هو بس الخبرية انه وقت انت جسمك ما يضم هون الاكلات مزبوط هيعملك نفخة هيعمل water retention هيحبس جسمك ماي هيصير فيه عندك مشكلة تام مع تفوتي مزبوطة على الطويلات عم بيصير فيه هول كله وزن زايد يعني كله على الميزان بيبين وزن زايد فعم تتاخد هيدا الفكرة انه هول الاكلات عم بنصحوني او هول اكلات عم بدعفوني يعني قداليوم كمان الناس اللي بتروح عند اخصائيين لازم يكونوا منتبهين لانه ممكن ينعملون تاستات ما كتير اللي انتعملوا ويوقفوا اكل بالوقت اللي هن مش لازم يوقفوا صح يعني انا بجرب انه انه اذا عملتوا عن ده او عند غيري جربوا وحرصوا انه تنفتح العلبة قدامكن يتاخد يعني تصير العملية كلها كاملة قدامكن مش انه بياخدوا هيدا الدم بيقولولكم خلص روحوا ورجعوا لانبدة بعد شوية شوفوا العلبة تكون مسكرة كل شيء يكون بعده يعني مختوم لات انتوا تحرصوا انه هيدا عن جد مانا غش هيدا العملية عم بتصير طب عادة ريوة شو هن الاسباب اللي بيخلوا الشخص يتحسس على الاكل وقتها نحن ناخد زيت الاكلة عمدار يومي هيدا الشي شوي بتعب لنا مصراننا يعني انه ناخد زيت الاكلة بطريقة يومي بشكل يومي او بكمية كبيرة فنحن هون نصير نوصل لمحل خلص جسمنا يعني الانظيمات اللي عم تهدم هيدا الاكلة بتخف او بتروح بتتعب بدنا بهيدا الحال نوقف لست اصابيع هول الاكلات ونصير نرجع الفوتها تدريجيا ليكون هول الخلية رجعوا تجددوا لا يقدروا يهدمون مظبوط اه اوكي وفيه اكلات معينة هي اصلا الاشخاص بيتحسسوا عليهم يعني مثلا نعرف فيه اكلات بالعام بتعمل نفخة فيه اكلات منحس انه بكل الناس بس تكلها بتدديها صح على قتير نسمع باللاكتوز انطولنس السكر الموجود بالحليب ومشتقاته اكتر شي بنسمع فيها فيه بالمشروب بالكحول كمان فيه مثل الشعير اوقات بالبيرة كمان هي بتعمل هيدا المشكلة فيه بالتوم بالبصل كمان مثل ما حكينا بحلقات قبل انه شوية هولين دجاء تقال على المستران فيه ناس ما بتسبب له مشكلة فيه ناس لق عندهم فيها مشكلة فالاكلات متعارفة عليها بس فيه اوقات اكلات لق بتصدمك انه غريب انه عند عليها حساسية اوقات القمح اوقات الشعير اوقات الشوفان يعني كل جسم بتحسس على نوع اكل معين نحن هيدا التاس هو بفصلنا على قد شو هنه هول الاكلات اوكي وبس نعرف عن هول الاكلات لازم نوقفهم كليا بحياتنا بشدد كتير على جملة بمساعدة اخصائية تغذية لانه هي بدت تساعدنا كيف نقطعهم كيف نرجع نفوتهم تدريجيا منوقفهم لست اصابيع ونرجع نفوتهم تدريجيا يعني اللي بعد عم بيحسن يعني مننا حساسية لحظنا انه علينا عوارد من ورا هيدا الاكلة كمان نرجع من مدد لأسبوع لأسبوعين ونجرب ما نخلط الاكلات ببعضها يعني الاكل اللي فيها حليب ما بزد لها بيد لان هول الاكلات شوية تقيلة اللي فيها هليون ما بقدر زد لها كمان قرنبيت يعني هول الاكلات معقولة تدارب كمان مع بعضها لان احنا نقدر نلقط من اي اكلة منجرب نفوت نوع نوع مش نوعين اتنين مع بعضهم كمان نقدر نحنا نفصل هيدا زعاجتنا هيدا لأ مش الحال يعني خلصنا تقريبا من حساسية وبترجع بتعطيهم ذات الغير اكل فيه ونفس يمكن الاشياء المهمة صح مانا ننتبه كتير منيح انه الاكلات اللي منوقفها مانا نعطي عوض عنا كمان هيك نحنا منجرب تكون مع اخصائية تغذية لانه هي بتعرف الفيتامينات والمعدنين موجودة يعني اذا وقفنا هيدا المكون بالاكل فيه هيدا البديل عنه العالم مش كلها رح تقدر تعرف هي يعني تفصل شو مفروض تاخد بنهارة وشو ما مفروض تاخد نعم وقدي هون الفيتامينز مهمين او لا هلأ بحالات معينة وقت مثلا نكون عنا حساسية على السمك او على اللوبات او على المكسرات وغيرها فيه مثل الاميجا بتكون منفقدة شوهودة جاء اساسا يعني الاميجا بينهارنا او بايامنا العادية شوي قليل فنحن هون بهذه الحالة وقت يكون فيه فيتامين صار عم ينفقد من اكلات كتير نحن نجرب نعطيه كسبليمنت بس مش انه انا اذا وقفت بعض الاكلات باخد الفيتامينات قدي هون فيه ناس بياخدوا الفيتامينات هيك على صحة السلامة مثل الاميجا بياخدوهم بيومياتهم بيشتروهم بكميات كبيرة وبيقولك انا عم بياخد الفيتامينز قدي اليوم هيدا الشيء لازم ينعمل تاست قبله او لا ما بيأثر بلى لانه مثل ما بيقوله زيادته مثل نقصه يعني المشاكل اللي بيعملها زيادة هيدا الفيتامين بالجسم هي زيادة المشاكل اللي بيعملها نقص هيدا الفيتامين بالجسم لهيك افضل ما يتاخد اي نوع صبليمنت او اي فيتامين يعني نعمل فحص إذا الإناء أنه تحت المعدل الطبيعي ناخد بهذه الحالة الفيتامين إذا الإناء طبيعي ما ضروري لأنه أكلنا اللبناني هو أساسا غنب كل المعادن والألياف والفيتامينات يعني ما في ضرورة أبدا أنه نزيد وهلأ منلاحظ بفترة الشطة ببلشوا كمان زيادة ياخدوا فيتامينات مثل الفيتامين سي الفوار والزينك على صحت السلام يقولون لك هنا الأول مناعة ما فيك بيوم هيك ضغرة تجد أول مناعة إذا عم تاخد هيدا الفيتامينات بالذات الحالة إذا عنا هيدا المرض أو هيدا النقص بهالفيتامين ما فينا نحن ضغرة نجي دربة واحدة نقوي ما ننتبه لبرنامج أكلنا لنزامنا الغذائي بشكل يوم اللي عم نعتمده إذا فيه عدد سيئة فيه عدد صحية شو نقدر نزبط فيه لنتفادة هيدا المشكلة بس ما فينا نحن نجي ناخد هول فيتامينات من رأسنا لأنه زيادتهم بالجسم تعملنا مشاكل أخطر من نقصهم طب هلأ عم نحكي نحن عن الفود انتولرنس وقلت لي فيه فارق بينهم وبين الفحص اللي بينعمل على حساسية الأكل صح؟ اليوم قده قده ريوة صرنا نسمع أشياء ما كان نسمع فيهم قبل يعني بيقولولك أنا بأكل جلوتين فري أنا بأكل بأكل عندي لكتوز انتولرنس يعني كتير صار فيه أشياء قبل ما كنا نسمع فيهم فيه ناس حتى بيقولوا عنهم أنه شو هيدا هيدا تفلسف إذا بديك أنه نوعا ما قده هيدا الشيء مظبوط وقده لازم فيه ناس عن جد ما فيهم يأكلوا جلوتين لأنه بيصير عندهم مشاكل أو صح لكن مشكلة النفخة أو الديارية أو الكنستيبيشن بعد أصعب من زيادة الوزن يعني إحنا إذا فيه مشكلة بيجوا لعنا الكلاينت بيكون صبين هيدا يعني تركيزونا عن مشكلة أنه كيف دعالج النفخة أو كيف دعالج واجعة أو بطنة أو المشكلة للغازات صح يعني هي بتصير أهم من خسارة الوزن يعني هالقد بتزعج فنحنا هلأ كتير منيح أنه صار فيه كل هول التقنيات ليساعدونا أن نكتشف شو المشكلة بس أنا دائما أتحذرون أنه يكون بمتابعة حكيم كمان بذات الوقت لأنه مشاكل كورونا كتير كبيرة يعني إحنا معقول نوقف هؤلاء الأكلات بس مش نغل نلاقي نتيجة لأنه بيكون فيه مشكلة تانية فنحنا الأفضل نكون نحنا والطبيب عزاة الموجة نحنا نساعد وهو يساعدنا بس الطبيب له دور كتير مهم بهذا الحالة لأنه فيه أوقات بتكون مشاكل صحية مش بس تحسس على الأكل هلأ هول التقنيات أكيد بساعدونا نتخطى يعني هيدا المشكلة بس كمان الحل الأول هو أنه تتشخص الحالة لا عم بيصير هيدا الحساسية إذا كانت من الأكل أو مركب من شي تانية أو إذا كانت مشكل صحية تانية نعم ممكن تدل على مشاكل صحية شو أغلبين بتكون؟ القولون العصبة أو الانطولرنس بيكون كتير ميح التهاب المصارين هولي كلهم كمان نسمع كتير فيهم المشاكل وصحيح موجودين هن كتير بيصيروا يكبوا هكي يمكن معهك يمكن عندهك كم كان عندهك فنحنا كنا نجرب أنه لا ما تخلونا نحنا نقرر ونعننا أنه شو المشكلة خلوه الحكيم بفحوصاته هو يشخص شو المشكلة ونحنا هون نقدر نساعدها لأن أوقات بأكلات صورية بأكلات معينة نحنا منزيد من المشكلة ما منكون عم نساعد فيها طيب عملنا الفود انطولرنس تاست شو الحل بعد النتيجة اللي نحنا متطلع من عنا؟ بس الأكلات تطلع قدامنا أيهية اللي بتضرنا أو المعنى منقدر نهضمها منجرب نوقفها لست أسابيع كليا يعني حتى وين موجودة بأي أكلات موجودة منوقفها لست أسابيع وبعد هؤلاء ست أسابيع منصير نفوت أكل أكل يعني ما نجرب بيكونوا تنام مع بعض أو ثلاثة مع بعض لما يتضرب ونقدر نحنا نعرف أيهاية اللي بعدها ما مش الحال معا ومنصير نشوف هيدا مش الحال هيا الأكلة ما مش الحال منصير نجع نمدد لأسبوع أو أسبوعين أكتر هون بيكون بهذا الفترة بهذا الست أسابيع جددوا الخلايا اللي اللي عم بتارتاح المصران حتى من هؤلاء الأكلات اللي عم تكون صعبة شوي على هضمة بترجع هون بتجدد الخلايا لإيقدر يهضموا مضبوطاً للمصران وهيك لنكون خلصنا يعني كل الأكلات وبتقريباً مكون تهينا يعني من المشكلة طيب فيه أكلات معينين بيساعدوا للهضم أو لأ حسب كل شخص هلأ هو نحنا دائماً بنقوله نزربوا الرياضة وشرب الماي وهي ما كتير بتعجبون يعني بس أنه الرياضة لتتسرح يرتاح المصران أكتر لتكون ليزبط الهرمونات الأنظيمات كلهم كمان بحاجة لرياضة وهي ما كتير بحبوها رياضة أهمة حتى بهيك أمور صح أكيد أكيد مشكلة التنستيباشن أو النفخة كتير بريحها الرياضة وبيخفف من مشكلتها وبالإضافة أكيد لأن نتبهي لنظام غذائنا اليومي ما فينا كمان نحنا نضلنا عم نخبس كل إيامنا نجي نقول من شو هيدا النفخة ومن شو وجع بطننا ريوال نظام الغذائي الصح كيف لازم يكون مقصم بنهارنا يعني في كتير ناس بتسأل هل كل الناس هي زيتة بس بيفرقنوا على الأكل نحنا في ناس اليوم بوقفوا ميلز معينين بحياتهم كمان ما ينصحوا مثلا ما بيتعشوا بالمرة هيدا الشي صح أو لا غلط هلأ نحنا كتير عم نوعي أنه بليز خليكن على ثلاث وجبات بنهار تتقدروا توصلوا للكالوريز تابعكم قد يحتاج جسمكم بالنهار لما يكونوا عايشين حرمين أو عجز بالسعارات الحرارية لأنه هيدا المشكلة عم بتوصلوا لمشاكل أكبر بكتير وعم نسمع فيها كتير بهول ضاية الصعبين يعني مثلا كل نهاركم على تمر أو كل نهاركم على سلطة أو كل نهاركم على لبن هودا الأنظم الغذائي كتير عم بتودى لمشاكل ما تبين بذات الوقت بتبين بعدين وقت الجسم يعمل بلوك وقت يصير فيه عننا مشاكل صحية كله هول بيكونوا من وراء الحرمين لهيك أفضل يكونوا فيه ثلاث واجبات متساويين الغذاء أكيد أكبر شوال بيكون من العشاء والترويئة ما ينحرموا من أي شيء لأنه ما فيك أنت تقعد بقعدت فيها أكل تشوفي غيرك عم يكون وما تكلم أنت تحبيها وأنت ما تكون عم تاكل بالعكس هيك بسير جسمك يعمل ردة فاعل عكسية تخديها بشكل أكبر بس توقف الدايت لهيك لأ خليه يكون غني بالفيتامينات والمعادن غني بالأكل الصحي مش بالجونك فودي يعني إحنا فينا ناخد الكالوريس طبعنا يمكن من واجبة واحدة تكون نحب بيرجر أو بيتزا بس فينا ناخد بثلاث واجبات كمان الكالوريس طبعنا باق من سلطة وإشياء مشوية وإشياء صحية لهيك خلوا عددكم تكون شوية صحية مش كرمال الوزن كرمال صحتكم طيح وهنا بس نحكي عن الديتوكسي اللي عم ينعمل هلأ ونسمع مثلا أنه كمان توقيف الأكل لفترة معينة من الـ 12 للـ 12 هو قديهن صحيين إذا فينا نقول ريوة لأنه كتير عم بيصيروا يعني أنا بيكون مع أصحابي قاعدة بتقول لا أنا اليوم وقفت أكل على السبعة مثلا لبكرة تاني نهار للساعة 12 لظهر بيصيروا إلا أنا كيف أنه ولا شيء لا ولا شيء بس ماي بيعملوها على ثلاثة أيام يمكن ما بعرف عقلين هيدا السامنة على الانترمتن فاستينغ هو أنا دائما بقولون هيدا منو دايت هيدا مثل نظام حياة نحنا منمشي لجانب الدايت لا يسرع لنا بخبرية خسارة الوزن بس عندك الديتوكس أو الكيتو أو اللي بيمرقوا ثلاثة أيام على لبن أو هكي هول الأنظمة الصعبين أو الكيوي دايت المانجو دايت صارنا نسمع فيهن كتير ما بعرف شو هني هلأ المشكلة الأكبر أنه صرنا بهيدا الوقت وكل المعلومات على تليفوننا وكل الأخصائيات التغذي صاروا عم بيطلعوا يحكوا المعلومات كاملة وبعده العالم بتصدقه للدايت وبتلحقون يعني هيدا بعد مش لأكبر بكتير من اللي نحنا عم نواجهها يعني المشكلة الانترنت وقديا عم ينتشر إشياء غلط صح والعالم بتصدق أضغري والمشكلة أنه بيشوفوا نتيجة نتيجة سريعة نتيجة سريعة بس رجعنا ردينيهم أضغري هيدا الوزن بس بترجع الجارة بتعلم الجارة والقرائم ملو صبحية على شي تاني حكوه في شي تاني شكرا كتير لعلك ريوة بودرغام شوفيك نقل رد على الأسبوع المخبر